رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد خلال الحملته الانتخابية بدستور جديد يحدد الصلاحية ويضمن دولة الحق والقانون بشكل يحول دون جعل الرئيس الامر والناهي الاول والوحيد في البلاد اتوقع انه حتى الجمهورية تحدث عن انه ضروري نرجع الى اعادة مكانة ازدواجية السلطة التنفيذية كيف ذلك عن طريق اعادة توزيع الصلاحيات او المهام والسلطات بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة او الوزير الاول لا يعقل ان رئيس الجمهورية يعين كل المسؤولين يعني من الامين العام للبلدية الى امين العام للرئاسة الجمهورية هذا اعتقد بانه احتكار للسلطة الفصل بين السلطات لضمان التوازن من بين ما يستلزم النظر فيه في الدستور الجديد حسب اهل الاختصاص دستور 2016 يكرس غولو ايضا رئيس الجمهورية والقادر الاول بدليل ترأصه للمجلس على القضاء وهذا يتنافى تماما مع الدموقراطية مع مبدأ الفصل من السلطات ما يجب ان يعبر عنه الدستور التوازن بين السلطات سواء سلطة التنفيذية والشريعية والقضائية وان السلطة تحد السلطة وهذا اذا ادخلنا هذا المفهوم في الجزائر اعتقد بانه اخطينا خطوة نحو بناء دولة الحق والقانون ومن بين النقاط التي يراها المختصون انها محل نقاش لاعادة النظر فيها توسيع صلاحيات الوزير الاول والمؤسسة التشريعية هناك دلالة اخرى ان رئيس الحكومة مستقبلا حسب الخطاب السياسي الخطاب الذي رفعه الرئيس الجمهورية في من الالتزامات من الحالة التخابية على انه لا بد ان يكون رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية اذا ارجعنا الى مبدأ رئيس الحكومة اذا نحن مطالبين بان البرلمان هو الذي يصادق على الحكومة عليه ان يصادق على الحكومة او ان يعطيها ثقتها وهذا ايضا ممكن ان يعطي صلاحية اكبر للبرلمان ويحد من صلاحية رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جدد التزامه مباشرة بعد انتخابه بدستور يسمح بتجديد العهدة الانتخابية مرة واحدة وتقليص صلاحيات الرجل الاول في البلاد لقطع الطريق نحو الانفراضي بالحكم اشتركوا في القناة